كنا لسه بنتحدث منذ قليل على فكرة درجات الحرارة اللي هترتفع على مدار الأسبوع وزي ما قلت لنا الدكتورة منار غانم عضو هاية الأرصاد أنه حيكون فيه ارتفاع على مدار الأسبوع لغاية يوم الخميس طيب بالمناسبة دي طبعا أنه وزارة الصحة والسكان وجهت عدد من النصائح للحماية من المضاعفات الصحية ناتجة عن موجة ارتفاع درجات الحرارة وكمان الرياح المحملة بالأتربة التي تتعرض لها المواطنين الأيام المقبلة وفقا طبعا لتوقعات هيئة الأرصاد الجوية وأكد الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان أهمية الاكثار من شرب المياه والعصائر الطبيعية وعدم التعرض لأشعة الشمس المباشرة لفترة طويلة وارتداء الملابس القطنية والفتفاضة الخفيفة فاتحة اللون وكمان قال أنه يتم غلق نوافذ المنازل وأماكن العمل بشكل جيد خلال ساعات النهار ضروري لحجب أشعة الشمس وتفادي دخول الأتربة مع الاستعانة بالمراوح والمبردات والتكيفات وإعادة فتح النوافذ لتهوية ليلا علشان يدخل الأكسجين بشكل مناسب كمان نصح الدكتور حسام عبدالغفار المواطنين من كبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة والأطفال بعدم الخروج من المنزل خلال ساعات ضروة الموجة الحارة إلا للضرورة موضحا أنه حالة الحاجة الضرورية إلى الخروج ينبغي تجنب التعرض للشمس بشكل مباشر قدر الإمكان مع استخدام الكاب والشمسية لحماية الرأس من الحرارة كمان بنأكد على شرب المياه بالكثرة قبل الشعور بالعطش للأسف إحنا بيبقى عندنا مشكلة إن إحنا بنسيب نفسنا لشرب المياه لغاية ما نعطش لا على فكرة ساعات جدا بيبقى جسمك محتاج لمياه وإنت لا تشعر بالعطش فكرة العطش دي بتيجي آخر مرحلة تماما أنه خلاص الجسم بيديك انظار أنه أنا داخل لمرحلة الخطر إوعى تفتكر أنه العطش ده اللي هو أول ما بتعتش فأنت كده محتاج مياه بشكل عادي لا ده هو العطش ده الإنذار الأخير قبل احتياج المياه علشان يقولك أنا داخل في مرحلة الجفاف فعشان كده إنت لازم تشرب أو إنت لازم تشربي والأطفال كبار السن لازم يشربوا مياه على مدار اليوم 3 لتر مش معنى كلامي إنه شرب المياه التلاتة لتر إن إحنا نشربه مرة واحدة بالعكس كده الجسم ما بيستفدش بالمياه وحيحصل إخراج ليه بشكل مباشر وكده الجسم مش أو الدم مش هيمتص المياه لازم أشرب على رأسه كل ساعة نص كباية مياه علشان يقدر الدم إنه يمتص المياه دي فيحصل استفادة من السوايل اللي داخله في الجسم فأرجوكم نشرب مياه أرجوكم اللي عايز يخرج يعني لو ما فيش ضرورة ممكن إن إحنا نقعد في البيت لو إن إحنا يعني عايزين نتفسح مش لازم نروح أماكن مفتوحة الحضائق المفتوحة لأ ممكن نروح أماكن مغلقة وهي فرصة النهاردة إنه اليوم العالمي للمتاحف فإحنا ممكن نروح المتاحف كمكان مغلق إن إحنا نقدر نتفسح فيه